السلام عليكم صباح الخير مساء النور صلى على النبي محمد عليها أفضل الصلاة والسلام سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا إن شاء الله يلقاكم الفيديو في أتم صحة و العفية بإذن الله طبعا صفتنا اليوم تحلية من نوع آخر كتجي يا سلام لديدة منعيشة باردة كتبرد على القلب وكذلك را ما شاء الله كتبرد للحرد يلصي وكذلك للحرد يلصف ما شاء الله را منعيشة جدا والمدق ما نحكيشة لكم بناء عالمية كتكتر بالبناء تبع الفيديو للأخير بستفدو أكتر وأكيد أتبقى معتمدة عندكم أكيد مئة في مئة لكنتو أول مرة كتشوفوني أنا زين بأذكري على قناة الوصفات لديدة بي فوت تصحفظ المنصة أمرا إلاج بكم فيديو دعموا باللايك أو إعجاب فيديو والشراك في القناة مع تفعيل زال الجرس هكذا باش تفصلوا بجميع الوصفات اللي سهلة وبسيطة وسريعة إن شاء الله وكذلك حتى الاقتصادية اللي دخلوا عندي جدا فمرحبا بكم ما نطورش عليكم نخليكم على طريقة تحذير فرجا ممتعة ونبدو ببسم الله على بركة الله بالنسبة لأول حاجة باج نحضره الطبقة الأولى هنا فحل كسرولة عندي لتر من الحليب أنا الكأس واحد كيوزن عندي نصف لتر فنضبله على جوج مرات يعني كنحتاجه لتر دي الحليب إذا حبيدو تستعملو كمية قليلة فرا كتستعملو نصف لتر فقط فالمكوين الرئيسي اللي نحتاجه في هذا الوصفة هذي هو فلون عندي 2 علبة ديال فلون بضوق الفراولة طبعا للمام توفرش عندكم ممكن تستعملو كريم كاراميل اللي كيكون بهذا الشكل هذا فحتوك يعطينا طبقة جميلة جدا و ديدا فانا استعملت أخواتي 2 حبات أو 2 علبة من الكيس ديال فلون كل واحدة كتستعمل عندي 2 ونص يعني 2 ونص 2 ونص 5 جرام ديال الفلون هنا كنضيف لهم 4 ملاعق كبيرة من السكر الخاشين أي سكر سنيدة يلا اعطنا الضوء معتدل بالضبط لهذا الفلو هذا وبالضرب اليدوي أخواتي كنمزيش الخالط بتاعنا بارد في بارد هكذا بيد ما يدوب معنا أو تفتح معنا هذي الفلو جيدا وحتى السكر كذلك ميبقاش مكع كلنا في التحت الكاسرولة فهنا أخواتي مباشرة كنحطو على النار اللي تتكون متوسطة ما نخليش على النار عالية جدا على النار متوسطة وكنم قنحرقو بشوية بشوية ما كانزوش يدي حتى كيدفالينا وكنحس بديك السكر داب تماما في الحليب صافيو كنخليه طيب لينا كنخليه من مدة حتى هكي يغلى معاكم أنتم ما تشوفوا أخواتي القوام اللي تحسننا عليه فهنا يلا بدك يبدا يغلى معنا فكفيما كتشوفوا تحاولوا تنقصوا النار باش مايفيدش معاكم القوام أكيد عادي كنا نستعملوا الفلو كلنا والطريقة را معروفة غير هنا رضو البال أنهم ما يغلاش لنا ويفيد من كي يطلع معاكم بها الطريقة هذه باش مايفيدش لكم كتحركوه بسرعة بسرعة حتى ينزل تماما فهنا من الأحسن تخليه حتى يفيد معاكم بهذا الشكل هذا فهنا أخواتي كنكونوا محضرين الكووس اللي هنستعملوا فيهم طبعا أي كووس انتم كتحبوه وكتفضله عندكم هنا عندي الفلو قبل ما يجبد معانا هو سخون كنقنهزو بالمغرف ما تخويوش بالكاسرولا هكذا باش ما يفيدش معاكم ما بين الكووس فكتضيفوه غير بالمغرف ومن الأحسن هكذا باش كتحكمو فيه ونخليه واحد المسافة ديال الكاس يعني كنحاول نعمر النصف والثولت وكنخلي الثولت للطبقة الثانية صفي أخواتي كنقا غادة بنفس الطريقة حتى كنقدوم كلهم يجوني بنفس المقاس بيعتوهم منظر جميل هكذا بنفس المقاس كيكونوا متولين صفي هنا كنعمرهم كاملين وكنحطهم تلاجة المكان التحت في تلاجة كي يبردوا على راحتهم وكيمسكو ريوسهم أكثر هم مره بسرعة كيمسكو راسهم يعني أكيد الفلوم معروف فهنا من بعد ما كندخلهم تلاجة كنحسبيهم موسكو ريوسهم هنا كنوجد الفواكيه الفواكيه اللي تحبوه أنا استعملت هنا المونج فهنبي الفاراولا حبت الموز عندي كذلك الكيوي طبعا ممكن تستعملوا التفاح تستعملوا لأي فواكيه انتو ما كتحبوه وكتفنطلوه من الأحسن لا تستغنوش على الفاراولا لأنك تعطي واحد مضاق جميل لهذه التحلية بما أن الفلوم بالفاراولا فهنا أخواتي كنحاول نقطعهم على شكل مكعبة صغيرة بهالطريقة هادي يعني أنا قطعت الفواكيه كله وكيف ما كتشوفوا باش ما نقطعش معكم الفيديو يعني كتحاولوا تقطعوا الموز والفاراولا والمونج وكذلك الكيوي حاولوا تقطعهم مكعبات صغيرة بهالطريقة وكنحطهم في واحد الإناء كنخلطهم كامل مع بعضياتهم فهنا أخواتي كنحاول نخلطهم جيدا مع بعضياتهم ما تضيفوش أي إضافة هنا باش ما يكحاش ليكم الفواكيه فهنا نحضرهم بكل سهولة وبسرعة ونوريكم كيفاش تستعملوا في دقة واحدة هنا من بعد ما خلطهم جيدا كنحطهم جانبا بدب ما نحطروا طبقة ديال فواكيه هنا في واحد الإناء عندي او كسرولة عندي نصف لتر منا البرتقال انا عصرت صربعات البرتقالات ونضيف لهم ساشي بتاعت فلون عفوان ديال الفانيلا ممكن استعملوا حتى الموذ دق ديال الموذ هنا كنضيف له اتنين معلقة كبيرة من السكر ونخلط المكونات بارد بارد حتى يدبلينا بنفس الطريقة الأولى ومباشرة أخواتي كنحطوا على النار لتتكون متوسطة أو عالية شوية لأن هذا ماشي بالحليب غير بالعاصر ديال البرتقال فكنقن خلط بشوية بشوية ونضيفه جانبا كنخلي على النار بدما نحضره الطبقة للفواكه صفي انا كنخلي على النار وانا كنهزل الفواكه بالملعقة ونعمر الطبقة الثانية اللي تبقت ليه هذك المكان اللي خليناه المسافة ما بين الفلون والمسافة اللي نضيف فيها الفواكه فكنضيف غير بالملعقة هنا ما تعمروا الكؤوس بزاف خليوا المسافة اللي نضيفه فيها هذك العصر ديال البرتقال باش كيتغطى لنا وكيعطي واحد اشكل جميل ما شاء الله فكنحاول نقدم جيدا كيبقوا ليه طبقة على قد الكأس بالضبط وهناك رجع مباشرة كالقا العصر كيغلى معنا يعني ينفوك يغلى معاكم سفيك تقفلوا عليه النار فهناك فيما قلت لكم أخواتي كنستغلوا للفرصة ما بين نحضروا هالطبقة ديال البرتقال والفواكه كنحطوا في بلاستوه هكذا كيكونوا موجودين معنا في نفس الوقت بدون ما يسود معكم الفواكه فغير بالملعقة فقط كنضيف الخليط ديال البرتقال اللي احنا خليناه تكيغلى معنا وكنضيف كطبقة هكذا كنغطي بها هذك الفواكه كامل ههو سخون ما تضيفه الشي يبرد هكذا باش ميجمدش معاكم لانه في فلو هو سخون كنضيف طبقة بالملعقة فقط ومباشر اخواتي كندخلوا لتلاجة حتى كيبرد تماما انا خليتوا المدة تقريبا ساعة بدمك يبرد ارى صدقوني هالتحلية دي كتجي رائعة فكفيما كتشوفوا معايا اخواتي غير بالملعقة فقط كنعمر المتبقي وكنغطي الفواكه من الفوق صافي كندخلوا لتلاجة كيبرد تماما حتى كيشد راسو تيبرد جيدا وكتقدموا به هاتشكلة درا ما شاء الله كيجيوا رائعين لاف شكل بتاعهم راه ما شاء الله كيحمروا الوجه للضيوف ما شاء الله راه وماشاء الله راه تقدموا في السحور دي الرمضان او كدلك لتصيف راه كينزل في القلب على طول نيشا ما كينزلش في الكرش كينزل في القلب ها شنقول لكم ما شاء الله بالنا عالميا كيف كتشوفوا طبقات كتكون تناسق معنا طبقات الفواكه الفلو العسر دي البرتوقال ما شاء الله وحب نسيجم رائع البنة ما نحكيش لكم منعيشة جدا جدا كتقطر بالبنة وما شاء الله راه تحمر لكم وجاكم وحتنفعكم كدلك راه ما شاء الله صدقوني انا مني نكليتها في السحور ما كتجيبش العطش دي السيام ما شاء الله راه منعيشة جدا ومقوية ما شاء الله مكونات راه كيف ما كتشوفوها بالاخرص الفواكه يا سلام بنا عالميا انا معلية إلا نقول لكم جربوها وانتو ما تكتشفو الماداق بتاعها ان شاء الله راه كتجيرا وعروا نتمنح حبيباتي واخواتي وصديقة الغاليات هذا الفيديو لنا الرضاء والسيطان متاعكم اكيد ان شاء الله نخليكم في امان الله وحفظه دمتم بألف خير الى فيديو قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة